نكمل مع أخبار نادي الزمالك الزمالك قرر إرسال دفعة من المستحقات المالية إلى اتحاد الكرة لإنهاء أزمة القيد من المقرر أن تصل إجمال ما سيدفعه نادي الزمالك إلى ما يقرب من 10 مليون جنيه كابتن إسماعيل يوسف من ناحة تانية طم أنا السلاسي المنضم حديثا لنادي الزمالك محمود شبانة وحمد بالحاج وناصر منسي على موقفهم مع نادي الزمالك وقال لهم أن موضوع القيد ده هيتحل أجلا عجلا ومش يبقى فيه أزمة وهيشاركوا مع نادي الزمالك فيه القريب العاجل ويبدو كده أن الموضوع في طريقه إلى الحل في طريقه إلى الحل طيب كابتن إسماعيل نبيه بيدرس راحة محمد عبدالغاني في مباراة فرقه اللي جاية وعدم البدء بيه لأكثر من سبب أولها غياب التركيز نسبيا عنه في المباريات الماضية بجانب مرض نجله اللي بيأثر كمان على تركيزه ألف مليون سلامة إن شاء الله ربنا يتمم شفاءه محمد عبدالغاني مدافع كبير مدافع محترم لو مر مرحلة فيها بعض الأخطاء فحالة الزمالك بشكل عام مش في أفضل حال فهي قصة مش بس محمد عبدالغاني غالبا مصطفى الزناري هو اللي هيكون موجود بدلا منه ترجمة نانسي قنقر